السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو سنأخذ درس الغذيات للصفة المنتماتيك دورة ونجزها. المرة الماضية وصلنا عن درس مسائل حل مسائل وخلق مسائل. يعني إنشاء مسائل عن البولمة إجتماع. قلنا نحن المسائل بشكل عام سواء المسائل الطبلمة ولا تشكارمة ولا تشاربمة ولا البولمة. كل هذه المسائل بشكل عام قد ما بتحل مسائل أكثر قد ما بتفهمها أكثر. يعني الحل أنك تحل مسائل أكثر حل مسائل أكثر. حتى لو خلص مليت من هدول أو حليت واني شفت حالك ما تمكنت منه المزبوط يلي بالكتابة. محكي على مسائل الكتاب بإمكانك أنت تفوت على جوجل وتكتب له يلي بدك. مثلا تكتب له دورتنج الصنف مثلا بولمة بروبلم لاري. بطلع لك مسائل كتير. اختار وحل. إن شاء الله تعالى تتوفقه يا رب. بالنسبة للمسائل الأولى. قلن سيز بير بولمة إشلمين ده. عملية قسمي بدون باقي. قلن باقي. قلن سيز بدون باقي. بولنين سيز باش يوز يرمة. دير بولن دورت إسه بولم قاشتر. بدنا نستفيد من هاي المسألة. إنه نحن نحفظ متل ما قلت لكم لازم نحن نحفظ البولنين والبولين والبولم. تمام؟ نحن قلنا لما بنحط هيك. هاي الإشارة. الرقم بحطه هون. شو اسمه؟ اسمه بولنين. با بلو نين. والرقم بحطه هون. اللي عما اقسم عليه مسلا. شو اسمه؟ اسمه با لين. ضروري كتير اني عفهمها. بولين. طبعا بي كبير يا صغيري. انا تفري قلق. والناتج اللي بيطلع معي. الناتج اللي بيطلع معي شو اسمه؟ اسمه با لم. بولم. يعني مليح كتب لي هون مشان يذكرني فيهون. بولنين. الرقم اللي عما اقسمه. اللي هلق هو قاية اللي بيش يزرمي. والبولين هو الديرت. والجواب هو اللي بيطلع معي هذا البولم. طيب. بنقسمها بكل بساطة. نحط خطيك. بنحط البولنين هون. البولنين هون بيش يزرمي. البولم بدي اقسم على ديرت. الجواب هلق بيطلع معي بس اخلس بيطلع معي هاد اسمه؟ اسمه؟ بول حساب. طيب. ببلش من اليسار. داعما ببلش اول رقم اليسار. بش بي هكم دورت بي هار بير. بير تشار ب دورت بحط هات تحت التش بيش بعمل اكسي. بيش اكسي دورت بير بير اصغر مدورت معان عنا ات HAVE امره لحد rays الان تمام. بنزل اكي. اون اكي بيها كم دورت؟ بيها اوتش. ليش اوتش؟ لان اوتش شارب دورت اون اكي. بعمل اكسي بيضال عندي صفر صفر. بس ضل عندي هذا الصفر حتى لو نزلته هون ما رح يقبل باخده على الجواب باشرة. اذا جواب يوز اوتوز. فالجواب هذا البولوم يوز اوتوز. طيب. امينة واحدة اسمها امينة. بدأت تشتري مضرب مضرب التنس هذا المضرب راكت. تنس راكتين مضرب تنس هذا المضرب. ماذا قد حقه؟ حقه يوز اللي دورت. كل يوم عملي حصاري خلينا نقول مطمورة كل يوم بتحط فيها ليرتين. كم يوم بدأ لحتى تجمع حقها؟ نعيد. حق المضرب البدا تشتري يوز اللي دورت. كل يوم بتحط ليرتين. بالحصاري مشان نجمع حق المضرب بدأ اشتري المضرب هذا. حقه يوز اللي دورت كل يوم عم تجمع ليرتين. كل يوم بتحط فيها ليرتين. كم يوم بدأ لحتى تخلص حقها لحتى يكون جمعت شو بدأ أشتري؟ بدأ أقسم يوز اللي دورت كل يوم عملي حقه. طبق بحق صور عن عملي حقه. وهذا معظر اصغر من عملي حقه هو الجفن. أي رقم بدأ لمن ثم قتلت لرجم العملي حقه بنفسها. أو أقل.. أقرب شيء سيكون يدي يدي شرب اكسي بعمل اكسي.. اكسي .. اون دورت .. بير بنزل اكسي بيها كم اكسي؟ بيها يدي يدي شرب اكسي اون دورت بعمل اكسي بضلب صفر صفر كم يوم بده؟ بي اتمش يدي جن مروح لهون حياتي وحد اسم حياتي صغلق لعشامك يعشامك ايشمت ايش بسحاجة ايدي يعني هرغن 3 كلمتر كوشمك تدر يعني كليوم ترقد 3 كلمتر 3 طيب 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 1083 كلمتر كوشان حياتي كاك كاك كوشتغن إذا هي مشيت مشيت بين بين سكسان اتش كلمتر تمام بين سكسان اتش كلمتر ماشي عم تقري راقدي معاتها كم يوم بدل حتى توصل لها الرقم هذا منعيد المسألة هيك بطريقة ابسط شوي لحتى هي تحافظها صحتها المين ما كان يكون ما بيهم الاسم يعني لحتى تحافظها صحتها كل يوم عم تركض اتش كلمتر طيب بنعرف انه راقديت صارت راقدي لحد الآن صارت راقدي بين سكسان اتش كلمتر كل يوم تركض ثلاثي صارت راقدي بين سكسان اتش كلمتر معاتها كم يوم صار لتركض ما بده شي كمان بقسم هاد على هاد بقسم البين سكسان اتش تقسيم يعني بلو اتش بيطلع معي الجواب كم يوم كم يوم يعني السيني ويوم او السيني خلينا نقول سيني احسن اذا صار لما عاتها السيني عم تركض بير سيني مروا عن مسعي بعدها هون عم يقول لي في عندي كتاب هذا الكتاب يو سكسان صحيفة طيب في عندي هاد وفي عندي اخته هذا اسمه هارون هارون خلص هالكتاب يو سكسان صحيفة خلصه ببيشقون عطا لأخته اخته خلصته بدقوز تمام بسيطة الامور لحد الان اذا كتاب هوي خلص قراءته كتاب يو سكسان صحيفة خلص قراءته ببيشقون عطا لكتاب لأخته اخته خلصت الكتاب بدقوز طيب عم يقول لي هون معناته كتاب كاتش صحيفة هارون بير قون دي كاردشين دين كاتش صحيفة فازله كتاب او كون وقتدر معناته اه شقد بيقرأ هارون باليوم باليوم اكتر من اخته شقد بيقرأ زيادة عن اخته شقد بيقرأ زيادة عن اخته يعني مشانا سهلا احنا نفترض هالكتاب جابه منه نسختين جابه منه نسختين نسخة اخذ هارون ونسخة اخذتها اخته وبلشوا قراءة هارون خلصوا بخمسة ايام واخته ضلت تسعة ايام هارون كل يوم معناته شقد كان يقرأ زيادة عن اخته شو بده سويه بدي اطالع هارون كم يوم كم صفحة بيقرأ كل يوم او شي بعدين بطالع اخته كم صفحة بتقرأ كل يوم منشوف منشوف هارون شقد زيادة عن اخته حتى خلص بخمسة ايام واخته ضلت تسعة ايام كيف تطالع هشي هذا شقد الكتاب الكتاب يوز سكسان بلو كم يوم ضل هارون ضل بيش يوز سكسان بلو بيش حالسله ليلو 18 20 15 潟 AAA بيش بلمريق سيا اطلاع 3 بنا زيله سفر اوتوز بيه ايام بيش ب Pleat 6 هارون كل يوم يقرأ اخته الكتاب 160 كم يوم ضليت؟ ضليت دقوز بها كم دقوز؟ بها اكي اكي تشارب دقوز بعمل اكسي بيطلع صفر صفر بيضل عندي هذا الصفر اذا ازاته تحت زاتا ما رح يكفي باخده على الجواب باشرة اذا هاد كاردشي كاردشي يعني هارون كاردشي اذا هارون كل يوم بيقرأ اوتوز الت صحيفة اخته كل يوم تقرأ يرمي صحيفة معانت بش قد ازواد اوتوز الت اكسي يرمي اشتر اون الت صحيفة 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 فازلدر فازلدر طبعا انا ما اكتب كلام مختصر انت تكتب انه اون الت صحيفة هارون 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 كاردشي سندين فازل اوكيور فازل اوكيور ان شاء الله تعاليكونا واضحا اذا لحتى اطالع هارون كل يوم شقد قرأ قسمت اليوز سكسين صحيفة على باشكون لانه هو ضل على الكتاب كله باشكون يطلع عندي كل يوم عم قاري اوتوز الت صحيفة لحتى اطلعت نفس الطريقة التبعت لحتى اطلعت شقد تقرأ اخته اوتوز اوتсти صحيفة كل يوم عم يطلع اخر هارون تقرأ كل يوم يرمي صحيفة اذا باشقد اكتر منها ل È عنب مجفف يعنى كروا ازم وكأتي إذن في عندي بين أتشيوز يتمش باكات من العلبي من الكرو أزم إكيوزير إكيوزير كوتولارا دولدورو رويور تمام بدي عبوهن بكاراتين بكاراتين كل كرتوني إكيوز من باكات باكاتات بدنا نعبيهم بكاراتين تمام كل كرتوني بدنا نحط فيها إكيوز باكات إكيوز باكات كل باكات إكيوز باكات تمام أنا عندي كم باكات؟ عندي بين أتشيوز يتمش حلو سون كوتونون دول مصيحين قاتش باكات داها كورو أزون قريك ليدير أيوة إذن أنا عندي بين أتشيوز يتمش باكات بدي عبوهن بكاراتين كل كرتوني بدي حط فيها إكيوز باكات وأسكرا كل كرتوني بتسع إكيوز باكات وسكرا طيب عم يقول لي آخر شيء اللي بيضل عندي شقد قصة بدي أضيف عليه لحتى أعبي كرتوني لأنه آخر شيء ما رح يضل عندي إكيوز آخر شيء بدي يضل عندي أقل من إكيوز باكات بس الكرتوني بدي إكيوز لحتى تعبه عم يسألني عن آخر كرتوني آخر كرتوني كم باكات بدي أضيف لحتى أعبيها خالص يعني هي بكل بساطة بتحسن تحسوبها انت بإيدك تحسن تحسوبها هي إكيوز حط بأول كرتوني إكيوز باكات حط تاني كرتوني إكيوز صار دورت يوز دورت يوز مو هيك حط بتاعت كرتوني بتاعت كتو حط إكيوز كمان شط صار عند دورت يوز صار عند ألت يوز حط بالبعدة إكيوز سكيز يوز حط بالبعدة بالكرتوني الخامسي حط إكيوز شط صار عنده بين بين باكيت حطوا البعدة اكي يوز باكيت صار عندي بين اكي يوز باكيت انتبه هون صار عندي بين اكي يوز باكيت حاطن بست كاراتين عالتكوا كتب صح؟ بين اكي يوز انا شخد عندي كم باكيت بين اوتش يوز يتمش بين اكي يوز انا روحت منهم شخد ضل عندي معاني تضل عندي يوز يتمش باكيت اذا بدي احطن بالكارتون السابعة السابعة رح يضل عندي شقد ناقص عن عن الاكيوز يوز يتمش ضل عندي شقد معانتا استبدل حتى عبي كارتوني السابعة الأخيرة يوز يتمش شقد بدل هال الاكيوز بدي اوطوز اذا معانتا انا ناقصني اوطوز باكيت اوطوز باكيت هاي جماعتا انا من خلال ايدي ايدي يعني انا بحسن هالاكتوب اكيوز شارب اه آلت اشتير اون اه يوز اه عفوا بين اكيوز تمام هلا بقول بين اتشakers اكسي بين اكيوز بيضل عندي يوز يتمش هلا بقول اكيوز اكسي يوز يتمش اشتير اوطوز اوطوز باكيت لازم تمام بكل بساطة يعني ما استخدمت البولمة بس باعتبار انه الدرس عن البولمة رح نكتب رح نعمله بالبولمة يعني هالاك شو بنسوي بنقول بين اوتش notingش بقسمون علي شقد على اكيوز بين اوش يتمش على الكيوز رح يصير عندي الطي الطي لانه تشارب الكيوز بين اكيوز بعمل اكسي بظل عندي يوز يتمش تمام هلا بقول اكيوز اكسي يوز يتمش اشتر اطوص اذا انا كم باكيت عندي كم باكيت استبدلا حتى عبي الكرتوني السابعة هدون الست مختومين تمام لكن هدون الست مختومين تماما اخدو بين اوش يوز يتمش ما قد ضل عندي اطوص اي اطوص طيب اين هلقنا نروح على المساق البعد يلا ما عمش بير بلوكتش صياد سمات بازارتس يقولون صاد هدول والصالي يقولون صاد هدول كيلو جرام السمك والشارشمبه صاد هدول بعد ما صاد يوز اللي اطو بالبازارتسي وبالصالي صاد يوز اطوصي كيلو جرام وصاد بالشارشمبه يوز اطوصي كيلو جرام حلو جمعون هيك هتلات ايام راح وزعون هون في كلمة مشان بس نعرف شو معناتها ضغط ضغط وزع يعني راح وزعون على اون بير اه محل لبيع السمك يعني مو هيك لوكونتا عفوا لوكونتا مطعم وزعون على اون بير مطعم حلو عم يقول لك كم كيلو جرام معناتها اخذ المطعم كم كيلو جرام اين شيت Vladimir وزعن بالتساوي يعني مو عطى هاد اكتر من هاد وزعن على ايداعش مطعم اذا صاد هاد 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 هاي كميه تاني يوم صاد هاي كميه ثاتي يوم صاد هاي كميه جمعن كل هتون راح وزعن على ايداعش مطعم بالتساوي بالتساوي معناتها كل مطعم مش قد اخذ بدي عمل أول شيء بدي عمل طب لما مشان عارف كم كيلوغرام هو عنده صح؟ أول شيء بدي أجمع بين عفوا يوز اللي 6 وعنده يوز وطزكي وعنده اليوم الثالث يوز بدي عمل طب لما 6 و 2 8 8 3 11 1 هون و 1 فوق 1 5 6 6 3 9 9 6 15 5 هون و 1 فوق 1 2 3 4 إذن هو شقد وزع معناتها شقد جمع دورت يوز اللي بير كيلوغرام حلق بقول دورت يوز اللي بير بلو أم بير بدي يوزع بدي يقسم هال دورت يوز اللي بير على أم بير مطعم لقانطة شقد بيطلع كرك بيش بيها دورت لأنه دورت شاربه أم بير كرك دورت بدل عندي هون بير طبعا اكسي بدل عندي بير الجواب بنزل البير هذا هون بير بيها كم هون بير بيها بير بير شاربه أم بير هون بير اكسي صفر صفر إذن كرك بير كيلوغرام حصت كل مطعم معناتها كل مطعم عطا كرك بير كيلوغرام سؤالي الأخيرات أنا بدي أنشئ كورما هوني بروبلم كورما أنا بدي أنشئ مسألي بس هو أعطيني هون بعم يقول لي هون بير كاربوز ساتيجي 3 gün 5.97 بس نحنة بير 5.97 كيلوغرام مثلا بير كاربوز ساتيجي يعني بيها كبس 3 günde طبعام 3 günde طبعام 5.97 كيلوغرام كاربوز ساتيجي يعني باع بي 5 günde طبعام 5.97 كيلوغرام نفترض هاي كيلوغرام بونا قري على هذا الأساس بير كون دي قاتش كيلوغرام كاربوز ساتيجي معاتها إش قد باع بي اليوم الواحد إذا هو باع كامل بثلاثة أيام باع بيش يوز دو قسانيه دي معاته إش قد بايع بي اليوم بسيطة بس بقسم هال بيش يوز دو قسانيه دي بقسمها على اتجين بيطلع عندي هون كم كيلوغرام بي اليوم الواحد بيش بيها كم اتج بيها بير بير تشارب اتج اتج بعمل اكسي بيضال عندي اكي بنزل الدو قوس دو قوس يرمي دو قوس بيها كم اتج اه يرمي دو قوس بيها يدي يدي لا شلون يدي دو قوس عفا دو قوس بيها دو قوس نعم اذا يرمي دو قوس بيها كم اتج بيها دو قوس دو قوس شارب اتج يرمي يدي بعمل اكسي بيضال عندي منتبه هون شوي لانه ممكن ما يبين عليكن يرمي دو قوس اكسي يرمي اتج اكي يرمي يدي اتج بيضال عندي هاي اكي هون بنزل اليد الهون تحت بصير هاي يرمي يدي يرمي يدي بيها كم اتش بيها دقوز دقوز شاربه اتش يرمي يدي هون نكتب يرمي يدي بنعمل اكسي بطلع صفر صفر تمام ان شاء الله تعالى يكون واضحا اذا شقد الجواب كل يوم بايع يوز دقوز كيلوغرام هير جون سات مشتر جون دي سات مشتر بصير كمان اذا هون اخر شي بس من شاء ما يكونون تخربطو باش يوز باش يوز دقوز دقوز يدي بلو اتش بلو اتش باش يوز دقوز دقوز يدي بلو اتش هون بحط بير بير شاربه اتش اتش بعمل اكسي بطلع عندي اكي بنزل دقوز يرمي دقوز بيها دقوز دقوز شاربه اتش يرمي يدي بعمل اكسي بطلع عندي اكي بنزل اليد صار عندي يرمي يدي بيها دقوز دقوز شاربه اتش يرمي يدي بعمل اكسي وضع الاندي صفر صفر هاي تمام نفسك هون ام يقول لها بولم بولم بولنين بولن قالان termileri kullanarak بير برابلم كورونا وابرابلم 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 اميل المسألة عن البولم يكون فيها يكون فيها بولنين بولنين وبولن ويكون فيها قالان بدنا يكون فيها باقي تمام وعملوا مسألة وحلوها كتبنا له بير ارتمان واحدنا الاسازي الله يزير خير اتوزوش ارنجيسيني ارنجيسيني اه يوز يوز اتوزباش شاكر ضغط مك يستدي يعني هاي ضغط مك لك ونفس الفعل هون استخدمنا يعني وحب يوزع حب يوزع يوز اتوزباش دروبسي نحن ما نقول الشاكر دروبسي المصيصة الدروبسي اللي هو بدي وزع يوز اتوزباش شاكر على الطلاب وطلاب وكم واحد اتوزوج حلو هاي ارنجي كاتش تاني شاكر على جاك كم كم الطالب واحد كم شرابي او كم دروبسي بدي طلع له في كاتش تاني كالجاك بكم دروبسي بدي يضل بعد ما يوزع لهم طبعا بدي يوزع لهم بالتساوي منقول يوز اتوزباش اذا الرقم اللي بدي وزع هو عشقات بدي يوزع على اتوز اتش تمام راح نجرب دورت دورت شارب اتش اون اكي اكي هون وبير فوق هون دورت شارب اتش اون اكي وبير اون اتش تمام نعمل اكسي بيضل عنا بيش اكسي اكي اتش وهون صفر صفر حلو اذا كل طالب بيطلع له كل طالب بيطلع له دورت شاكر دورت تاني شاكر تمام وهذا هون قلان كم واحد بيضل عنده دورت يدان كل طالب من ها تلاتة وثلاثين هدول كل طالب بيعطيه دورت 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 هيك بيخلصين بيضل منهم بس شو بيضل منهم دورت بياخدون هون مليح عندما بهالطريقة هاي بيكون خلص معنا الدرس لليوم ان شاء الله تعالى يكون محسنة فيتكون ربي يحميكم وفقكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله